الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أنا شاب في العقد الثالث من تيارت أنا شاب في العقد الثالث من العمر أعمل وأوضاع المادية جيدة والحمد لله وقد عقدت النية أنا أتزوج والارتباط وأنا أرتبط وأوكلت الأمر إلى والدي أو والدايا ولما بحث يعني وأوكلت الأمر إلى والدي ولما بحث من بين كل الفتيات ومن بين كل فتيات العائلة لم يجد سوى قريبة لكنها تبلغ من العمر ستاشن سنة ولماذا تقول لكنها تبلغ من العمر ستاشن سنة لماذا تستدرك علىه لكنها ستاشن سنة رهي بالغة وتقدر تزوج وتقدر تبريدها وما تتبعش هذه العقلية الجمعيات النسوية المعاصرة تعال الآن اللي تقول لك ستاشن سنة ما زالها طفلها صغيرة ومسكينة وما تقدرش ابني دارها قاعدة كدب في الكدب والله غير كدب في الكدب رح شوف يمك وشوف جدك أنا يمه خمستاشن سنة كان خلاص خويانا زاد رأي زيدت فهمت خمستاشن سنة شوف يمك وجدك تزوجوا صغارات وبناه وتدار وجابوا جال وجابوا علماء وجابوا شهداء ورباء وبنات لبات صالحات تقيات دوك كزا ما يقول لك كيف ستسنا مسكينة وما لا يجوز تزوجها لا لا يجوز تزوجها على شكو لي قالك لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع سمعت كلمة من استطاع ولذلك أنا ضد هذا القانون قع الذي يحدد سن الزواج من استطاع ديره قانون سمه قانون الاستطاع واحد قادر يتزوج على أنت تجد له قانون ولازم يسنه واحد وعشرين سنه طفلة في سن الزواج وجاءها نصيبها وجاءها مكتوبها واخطبها إنسان لا بس به يعني واجد وهي قادرة تتزوج لأن المرأة لا يشترط لزواجها إلا البلوغ والريضة تكون بالغة فهي صالحة للزواج وتكون راضية راضية مواذ قبل تتزوج ها شوف يماك وجداك شوف يماك وجداك وعي سخصيد جداك شعال كان في عمرك يتزوجن برككم الكدب هذا الجمعيات النسوية برككم الكدب روحي هذه رئيسة الجمعية روحي اليمة ها قل لها شعال كان في عمرك يتزوجتي تقول لك 14 15 16 17 سنة دوك لا لا واحد النهار كانوا دائرين قانون الحمد لله نحاوة كانوا دائرين قانون باش تتزوج لازم يكون في عمرك 21 سنة وباش تنتخب يكون في عمرك 18 سنة معنتها باش تخيى رئيس الجمهورية رئيس جمهورية اللي رايح يسير البلاد كلها يكفي يكون في عمرك 18 سنة وباش تخيى عمرك لا لا لازم 21 سنة يا أخي قانون يا أخي يا أخي قانون اليهود اليهود دارين قانون تتزوج من 12 سنة والحخامات دارين دعوة شاركات بين من بالغ 12 سنة وما تزوج فلعنة الله عليه شوف كيف يشجعو الناس على الزواج لا لا يشجعوهم على الفساد يقول السائل تاتيارت أسألك يا سيدي من باب الشرع هل يمكنني أنا أتزوج بهذه الفتاة نظرا لفارق السن نعم يجوز لك وفارق السن لا يضر فارق السن لا يضر المهم أن تكون طفلها ناضجة وراجل ناضج كي يكون عقلك معمر بالآدب والأخلاق والإحترام والرجولة والشارف والنيف وهي عقلها معمر بطاعة الزوج والإحترام والنظافة وخدمة راجلها والمحافظة على بيتها يوم يهمش فارق السن وكي يكون عقلها مزروت وهو عقله مخربط يا ولو يكونوا كيف كيف ما يتفهموش قضية ما أيش في السن فهمت؟ ما أيش قضية السن ما عندها حتى علاقة ما عندها حتى علاقة موضوع السن يجوز لك إذا كانت بالغة تزوجها وهل من نصيحة لي في هذا الباب النصيحة انتعي مادم بابك عفوا مادم بابك ويمك صابولك القريباً تاك وعمرها ستة سنة سنة وإذا هي أراد يوم ما لها أرادين تتزوج ستة سنة سنة صغيرة يا وهذه العقلية عقلية ما أريدها تعدكها تقولها تقولها السطر نفسك السطر نفسك يماها تقولك بعدها ما زالها صغيرة وستة سنة رأي مراء الله يبارك رأي مراء بالغة واجب عليها الصلاة والزكاة والصوم والحج ولو كان عندها دراهم تزكي ستة سنة زوجوا بناتكم كانوا بكا يزوجوهم صغار ومن بعدها الآن كيف يرقلك من زوجوهم صغار ولو يزوجوهم كبار دو كان أنا تمنتاشن مليون طفلار يا ربعين خمسة وربعين سنة بلا زواج ربعين خمسة وربعين خمسين خمسة وخمسين يا رحم بابا كي تجيك مرافع مراء خمسة وخمسين سنة وتقولك يا شيخ زوجني شوف ليك شو أحد يتزوج بيا حتى كي تصيب لها رجل يتزوج بيا خمسة وخمسين سنة وين كيف حاتب لي بيت وأسرة أنا غيركي ما عقدت الوحدة عمرها ما تزوجت عقدت لها في عمرها 63 سنة وعقدت لها وتزوجت وفرحانة وتزغرت تقولها عروسة صغيرة مسكينة والحمد لله صابتها رجل يسترها كي يقولينا زوجوه قانون الاستطاعة مدي وستين معين الوقت لي جاءها نصيبها ابعتها تبني دارها قولها صغيرة مسكينة يا وبنتك علاها ما زالها صغيرة وهي 16 وبعد 17 ما زالها صغيرة 20 سنة ما زالها صغيرة وعدوا 20 سنة ما زالها صغيرة ويكتت ولي طفلها دي كبيرة ويكتت كي يدوها يغسلوها سائل يقول سائل من سيري بالعباس يقول أنا متزوج منذ ثلاث سنوات وليا بنت والحمد لله وزوجتي حامل وعلى موعد قريب مع الوضع ربي سهلها أمرها إن شاء الله مشكلة أن زوجتي تعاملني بسوء هذا شيء يريح عمله تعامل رجلها بسوء وتحتقرني وتستفزني على مرأة من والداي تحقروا تستفزوا قد دم بابه إماه تحقر رجلها فقد بلغت بها الجرأة ذات يوم أن قامت بضربي بنعلها على مرأة من أبي وأمي لا حول ولا قوة إلا بالله بلغ بها الجرأة والوقاحة والصلافة وسوء الخلق ضربة رجلها بسوء باط قد دم بابه إماه يقول وأنا أفكر ماليا في تطليقها خديت طريحها صحيحة وورك تفكر ماليا وشنو هذه تفكر ماليا مرة تضربة رجلها تفكر ماليا كين حاجة وحدة ليتسلك هذه المرة حاجة وحدة ليتسلكها إذا كانت تتوحم شوف إذا كانت هذا الوقت تتوحم كين شيء سار كين تكون تتوحم تكرها رجلها يجيها على رجلها ما تحملوش أنا نعرف ناس يعني كين مرتوا تكون تتوحم يخرج مالدار يروح يرقل عند بابه إماه خاشتوا لي ما تحملوش تبردوا تكرهوا الله قال بتجيها هكذا حالا ما لا تملكوا نفسها إذا كانت تتوحم ودارت هذه الفعلة رمض عينك واش عليه لو حم يزول ويروح أما إذا كانت معيش في الوحم وتعطيك طريحك دببك وإماك وجليا تقول لي أنا أفكر ماليا في تطليقها انتهى تسهل تسهل المطرق لأن حياتي معها مستحيلة وقد باشرت في تحضيري مذكرة 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 الطلاق أنا انصعتك يا أخي إذا كانت تتوحم فسامحها إذا ما كانت تتوحم فهذه أمرأة لا يمكن أن تبقى معها إلا إذا كنت أنت تحب الذل وأن تطعف القاعدة واشنوه يعني لا سردوك ولا عمجاجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا